صباح الخير نورتين أهلاً فيكم صباح الورد كيف حالكم؟ تمام انتي كيف حالك؟ الحمد لله هايني متحمسة على التلج حمسين على الماراثون كمها؟ لا انجاء الله احنا مبارح كنا في البحر الميت أطمن الناس يعني ما بيكون الأجواء الباردة هالأداء بجنن الجو تحت لطيف ورائع بصراحة وأحلى وقت للركد يعني هاي السنة طيب ستلينة احكي لنا شو الجديد بسباق الماراثون هلا احنا بتعرفوا احنا قطعنا سنتين تقريبا آخر سباق عملنا للألترا ماراثون الـ 50 كيلو حوالي 2019 رجعنا من جديد نفس المصار وكل شي بس احنا التجهيزات طبعا شوي اختلفت معنا لأنه الـ 50 كيلو رجعنا سباق التتابع فيه وكمان الفردي فيعني العداء بدوركوة 50 كيلو أو فرقة تتابع خلينا نقول مكونة من أربع أشخاص كل شخص برقوة 12 كيلو ونس طبعا التجهيزات على قدم الوساق تحت ورح يكون في عنا كمان سباق الـ 21 والعشرة الجديد السنة انه احنا رح نعمل هذا السباق قبل سباق الأطفال عادة نبدأ بسباق الأطفال هالسنة اجلنا سباق الأطفال بتعرف عشان رمضان على الأبواب فهذا رح يكون بـ 25 ثلاثة بالبحر الميت بـ 1 أربعة سباق الأطفال بحضائق الحسين جميل جدا طيب لينا خلينا نحكي عن نقاط الانطلاق هاي المرة من وين رح تكون؟ من وين رح تبدأ؟ نحن نقاط الانطلاق زي من شاطئ عمان السياحي لصباق الـ 50 كم والـ 21 كم وصباق التتابع حلو نطلقوا ساعة ستة صباحا لأنه هذا احترافي ولازم نبدأ بكيرا نلحق قبل الشوب ومدة السباق طويلة الحقيقة يعني نحكي عن سبع ساعات مستمر للساعة واحدة بضل هذا السباق للعدائين رح يركضوا على شارع الخدمات باتجاه السكاي دايف بعد السكاي دايف بيطلعوا بيضخلوا على منطقة المزارع قبل مغتص بكتير رح يعملوا يوترن ويردوا يرجعوا المسار مرة تانية نه سباق الـ 21 كم بيانطلق مع سباق الـ 50 ساعة ستة صباحا بس رح يوصلوا عند دخلة السكاي دايف قبل ما يدخلوا سكاي دايف بيلوفوا يوترن وبرجعوا بضل سباق العشرة كيلومتر انطلاقوا ساعة تسعة صباحا لأنه هذا فان رون سباق الأهل والعائلات والفن يعني كل الأفئات العمرية فيه عشرة كيلو مسافته هذا بعد نقطة تفتيش تقريبا بـ 2 كيلو انطلاقته رح تكون باتجاه البحر الميت بشاطئ عمان السياحي ونقطة النهاية لكل السباقات بشاطئ عمان السياحي شو شروط التسجيل بهالمراثون وإحتياطات السلام المتبعة شروط التسجيل ما فيه شروط يعني لصباق العشرة كيلومتر كافة الأعمار تقدر تشترح سيكون أكتر من فئة بالصباح يعني حتى الأعمار الصغيرة تقدر تشارك بمرافقة أهله أخوه أخته إذا بدهم يعني فيه ستات بيجيبوا معهم أولادهم نيوبورن وبيب بيكونوا على العرباء أما الـ 50 كيلو والـ 21 كيلو لازم يكون العمر أقل إيشي 17 سنة ولازم يكون رياضي و 17 سنة لازم ناخد موافقة الأهل لأنه سباق طويل جدا متعب فنحن نخاف على صحة الشباب الصغار لازم يكونوا متمرسين الـ 10 كيلو أي حدا زي ما حكينا رح يكون فيه جوائز للفئات العمرية عشان نشجعهم لصباق الـ 50 والـ 21 حلو كتير طيب نحكي عن التوقيت طبع انطلاق هذا الماراثون بالضبط إيشنا الـ 50 والـ 21 كيلو زي ما حكينا على الساعة 6 صباحا من شاطئ أعمان السياحي لـ 10 كيلو ساعة 9 صباحا ننهي في شاطئ أعمان السياحي الاحتفالات وتتويج الفائزين رح نبدأ تقريبا الفعاليات بين 10 ونصف 11 حسب ما إم تتبلش تطلع النتائج طبعا آخر عداء ما بيكون وصل من 50 كيلو متر فنحن نتوج تقريب الأوائل جماعة الـ 21 كيلو متر بيكونوا وصلوا جماعة التتابع بيكونوا وصلوا جماعة العشرة كيلو بيكونوا وصلوا بالنسبة لصباق الأطفال الأسبوع اللي بعده انطلاق الساعة 9 صباحا بحضائق الحسين الفئات العمرية من 6 إلى 14 سنة يعني الشعار أركض في أخفض نقطة بقعة في العالم لأنه بيجي عليه أجانب وشياحة كتير هلأ كنت تحكي بالأخبار عن السياحة العلاجية نحن نضرب السياحة العلاجية والرياضية وكمان الدينية لأنه فيه ناس بيجي هو قريب على وقت الإيستر فبيجيوا على منطقة المختص وبيعملوا سياحة علاجية ورياضية فأدي بتلاقوا نسبة سياحة كبيرة بالمرقم كثير فيه أجانب وحقيقة بيحطوه على الشيكليس لأنه كمان 50 كيلو الرقم غريب يعني وطويل ومسافة وبالضبط ومنه بتعرفوا على جمال الأردن كثير حلو وإحنا عاملين باكيجات حلوة بالفنادق للي بدوا يشترك ويسجل يعني ياخد يجي قبل بليلة أو بعد بليلة وكمان شاطئ عمان سياحي ويفتحوا إلنا أمانة عمان نشكرهم من خلالكم رح يكون للعدائين إزدهم يسبحوا بدهم يعملوا هيلنج بالبحر الميت وطيني يعني تعرفوا لأنه دائما بركدوا مش بقولوا لهم أنا أجريكم مي ومالح وكذا وان إحنا جاهزين بالضبط الحدث هذا برعاية أمانة عمان الكبرى وبرعاية أكوة فيها هو بداع من أكوة فينا الراعي الرسمي التنظيم إحنا ران جوردان وأمانة عمان دائما ننظم مع بعض وطبعا باعتماد الاتحاد الأردن والأرعاب القوى ومعانا كل الجهات الأمنية الجيش والدرك والأمن العام والستير وهيئة الاتصالات الخاصة وهيئة الأركان الخدمات الطبية الدفاع المدني رح يكونوا معنا حتى منتزين يعني إجراءات السلامة كلها متوفرة وموجودة مية بالمية وكمان في معنا جمعيتين اللي هي الهلال الأحمر والنداء الصحي رح يكونوا على الطريق للإسعافات الأولية للمواطنين لا سمح الله احتاج إشي شد عضلي برضو بساعدوه افتتاح الماراثون رح يكون برعاية شخص معين طبعا تحت رعاية سمو الأمير فراس بن رعد هو رئيس الجمعية الأردنية للماراثنات رون جوردن حكيت يعني الجوائز بدي أعرف شو الجوائز المقدمة للرابحين هلا إحنا بنعطي جوائز للثلاث المراكز الأولى ذكور وإناث طبعا أعلى جوائز على فئة الخمسين كيلومتر حوالي اللي هو سبعمائة وخمسين دينار وخمسمية وثلاثمية وخمسين وبرضو في جوائز مالية على الواحد وعشرين رح يكون تلاثمية دينار متين دينار وميت دينار طبعا في عنا صباق بقلب الصباق للمكفوفين والمعاقين بس لحيكون بس للواحد وعشرين كيلومتر خمسين ما صعب عليهم العشرة كيلومتر برضو الثاني الجديد سألتوني رح يكون في جوائز مالية على صباق العشرة كيلومتر عددا نحن نعتبره فان رون بس عشان نشجع كلما تكوني ضيفة عنا هون وتحكيلنا عن الماراثون وشوفناك للأسف مصابة بقدمك السلام عليك لسبب التحضيرات للماراثون الله يحميك وبالتوفيق يا رب بهالماراثون وتوصلوا وتحققوا النجاحات اللي بدكم إياها بهالجمعية شكرا لينا وبدأ أوجه شكر للتلفزيون الأردني كل قائمين عليه لأنه هو الناقل الرسمي للماراثونات اللي بتنظمها الجمعية ودائما بكونوا جاهزين للتغطية الإعلامية المباشرة والإعلانية كمان تدعمون فيها شكرا لإليك نورتينا يعطيكي ألف عافية وألف سلام عليك مرة تانية شكرا جزيلا